بحثت هيئة قناة السويس مع منظمة بحرية دولية تدعيات الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر وأكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن الملاحة بالقناة مستمرة ولم تتوقف رغم التحديات المختلفة مضيفا أن الهيئة تستمر في التواصل مع العملاء ودعمهم بتقديم خدمات جديدة لم تقدم من قبل من جهتها شدد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية على أن المنظمة تدعم حرية الملاحة وتدعو إلى التهدئة في منطقة البحر الأحمر كما أنها تعمل على تقديم الدعم الكامل لقناة السويس مشيرة إلى أن الملاحة بقناة السويس ما زالت مفتوحة أمام الجميع لا سيما في طل التحديات اللوجستية والأمنية التي تواجهها السفن التي تلجأ للالتفاف حول طريق رأس رجاء الصالح موسيقى موسيقى